الأخبار من الحدث الجيش الوطني اليمني يعزز مكتسباته في الجوف ويفشل هجوماً للميليشيات الحوثية في توق صنع تفجير المنازل عقوبة تفرضها الميليشيات بحق معارض الانقلاب ومشروع الحوثي الطائف القائم الميليشيات الحوثية تواصل استغلال القضاء لنهب أموال وممتلكات قيادات في الحكومة الشرعية أهلاً بكم إلى هذه النشرة التي نخصصها كاملة لمتابعة الشأن اليمني ونبدأ بهذا الخبر فقد شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجوماً على مواقع للحوثيين في محافظة الجوف بدعم من التحالف ونجحت في تحرير عدد من المواقع وأشار وزير الأعلام معمر الإرياني أن جماعة الحوثي تتعرض لأكبر موجة من الخسائر البشرية منذ 2014 بما فيها عشرات القيادات العقائدية التي تلقت التدريب على يد حزب الله والحرس الثوري الإيراني وفي هذه الأثناء أعلن مصدر بالجيش الوطني اليمني أن قوات الجيش استعادت مواقع عسكرية مهمة في نجد العتق بجبهة نهم شرق صنعاء كما نجحت قوات الجيش أيضاً خلال الأيام الماضية في استعادة خمس عشرة عرب عسكرية وعدد من الأسلحة الثقيلة إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة الكلاشنكوف كما أفشل الجيش محاولات هجوم حوثية في طوق صنعاء ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت غارات جوية استهدفت مواقع وعناصر الميليشيات الحوثية في اليمن وساهم الإسناد الجوي في تحرير القوات اليمنية خمسة مواقع جديدة في شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف وقطع خطوط إمدادات الميليشيات في جبهة العلم بحسب مصادر عسكرية وكانت العشرات من مقاتل ميليشيات الحوثي سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني في محافظة الجوف وذلك بعد محاصرتهم قوات الجيش تمكنت من أسر خمسة وأربعين من عناصر الميليشيات في المعارك التي حققت فيها انتصارات وسيطرت على مواقع استراتيجية شمال الحزم مركز محافظة الجوف فيما استعادت قوات الجيش مناطق مهمة من قبضة الحوثيين أبرزها جبل عرفان جبل الصبايغ كما أطبق حصارا شبه كلي على مواقع الحوثيين في الندود والعلم يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك وتقدم الجيش شمال شرق مدينة الحزم في مركز المحافظة في محافظة البيضاء انتفضت قبائل في قرية الزوب ضد الحوثيين وإحراق عربات عسكرية للحوثي وتحرير المنطقة بشكل كامل والاستلاء على مخازن أسلحة وكان رجال القبائل في القرية التابعة لمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء نفذوا هجمة كبيرة ضد ميليشيات الحوثي بعد تفجيرها ثلاثة منازل لمواطنين في هذه القرية الله أكبر ولله الحب الله أكبر ولله الحب لقراءة أكثر عمق في الحالة اليمنية معي هنا في الأستوديو محمد العرب وهو موفد الحدث إلى اليمن على مدار خمسة عوام استطاع محمد العرب أن يرصد كل تطورات هذه المعركة منذ بدايتها حتى الآن محمد ألمبيك من هذه المنطقة الساخنة يعني خمسة عوام تستطيع أن نرصد قبل أن ندخل إلى المحاور الخاصة بنا كيف تطورت المعارك وكيف طورت الميليشيات أيضا أدواتها في هذه المسألة لأنها استفادت بشكل أو بآخر من خبرة الزمن ربما هذه الميليشيات أكثر قبل أن ندخل إلى المحاور التي يريد أسئلتها منك طبعا الميليشيات الجديد في الأمر أن علاقة الميليشيات بالنظام الإيراني أصبحت علنية وعلى الطاولة وسائل الإعلام الإيرانية تتبجح ليلة نهار بهذه العلاقة أيضا وسائل الإعلام القطرية والمال القطري دخل إلى الملعب بشكل كبير بعد طرد القطر من التحالف بعد شبهة التخابر مع الميليشيات الانقلابية كل هذه العوامل ساهمت أن تمتلك الميليشيات بعض أدوات قوتها ولكن اليوم عندما نأخذ الشأن اليمني بشكل كامل فنحن نتحدث عن 15% فقط من مساعة اليمن هي التي فيها الصراعات 85% من مساعة اليمن هي مستقرة ومحررة كل المحافظات الجنوبية محررة بالإضافة أن هناك مناطق قريبة جدا من صنعاء خاصة نتحدث عن نجد العتق نجد العتق إداريا يقع ضمن حدود مديرية نهم ومتاخن ومديريات خولان التي تقع إداريا في محافظة الصنعاء إذن الميليشيات لولا لولا الدعم المجنون المالي القطري من جهة والدعم العسكري الإيراني من جهة لما استطاعت أن تقاوم كل هذه الفترة طيب أبدأ من مجموعة محاور الحقيقة طوق صنعاء يعني الجيش اليمني يستعيد مناطق عدة في هذا الطوق تحديدا تطور المعرك ميدانيا في هذه المسألة جنود المنطقة العسكرية السابعة وجنود المنطقة العسكرية الثالثة التحموا في مناطق المتاخمة لمديريات خولان ومديريات نهم وهي مديريات تقع ضمن حدود لدارية لمحافظة الصنعاء السلسلة الجبلية الأكثر تعقيدا سلسلة جبال خولان وسلسلة جبال صرواح الملقبة شعبيا ببوابة الصنعاء يتقاسمها الجيش الوطني مع الميليشيات هناك حرب قناصين وحرب قمم وقصف متبادل هذا الموضوع طوق صنعاء شابه الكثير من التضليل في العيام الماضية الأكيد أن الجيش الوطني لا زال متواجد في طوق صنعاء والأكيد أن المعارك ما زالت مستمرة في حدود مديريات خولان التي تتبع محافظة الصنعاء الحزم عاصمة الجوف استعادت خمس مواقع من هذه المدينة وقطع خطوط الامداد للميليشيات الحوثية تطور المعارك في هذه المسألة نعم الجوف هي منبع لقبائل إدهم العريقة وقبائل إدهم انحازت للجيش الوطني منذ بداية الانقلاب هناك بعض أبناءها ما زال يقاتل مع الميليشيات الوصول إلى شرق الحزم بعد العرق الأسود بمعنى أن الحياء الشرقية من مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف أصبحت في قبضة الجيش الوطني مما سيعطي للمعارك تكتيكا آخرا بدخول العليات الثقيلة بعد نهاية الموانع الطبيعية التي أصبحت في قبضة الجيش الوطني نسمع كثيرا عن الأسرة الذين يقعون من الميليشيات الحوثية تحديدا وبالتالي أتحدث عن لفت نظرنا الأرقام الكبيرة خصوصا نسبة الأطفال الموجودة في الأسرة تحديدا يعني أين خزان الموارد البشرية الذي يعتمد عليه الميليشيات الحوثية في استعداد هذا الكم يعني طبعا نحن قلنا أن الميليشيات تتقسم إلى ثلاث أقسام العائلات التي ترتبط بالنسب مع عبد الملك الحوثي وتسمى القناديل وهم قيادات هنا وهناك ومن ثم ما يسمى الزنابيل بحسب أدبيات الميليشيات وهم عوام الناس من المغرر بهم والذين يأتون لأسباب اقتصادية هناك شريحة جديدة دخلت للمعركة في العشر أشهر الماضية بقوة وهي شريحة المهمشين الذي يطلق عليها الميليشيات تطلق عليها أحفاد بلال وهم أصحاب البشر السمراء من المهاجرين غير الشرعيين الذي يتم زجهم في الصفوف الأمامية بأسلحة متهالكة بمجرد أن تعمل نوع من الفوضى للعسكريين المقابلين هذه الشريحة أصبحت هي اليوم تقعون في الأسر ويعلنون عن قتلاهم الميليشيات ستفتح باب كبير وسؤال كبير إلى أي مدى يتم استغلال المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في هذه الحرب نقطة أخرى وهي فكرة أنه في مناطق محررة هذه المناطق المحررة فيها ألغام وبالتالي قد نمكن أن نطلق على ممكن أن تكون هناك معركة موازية لمعارك وهي مسألة الألغام مشروع سام إلى أي حد ينجز مهامه وهل هناك معوقات أمامه في هذا الأمر؟ البرنامج السعودي نزع الألغام والمختصر ما له مسام هو برنامج يعني يقوم بـ 80% من دور نزع الألغام في المناطق المحررة كل الهياكل التابعة لأمم المتحدة والتي تقوم بنفس الغرض لا تؤدي إلا مساحة أقل من 20% كل المحافظات المحررة هناك جهد لمسام فيها الألغام التي تظهر أرقام كبيرة مسام لا تنتز على الألغام الحديثة فقط بل حتى الألغام من التسعينات بالصراع بين شطرين يمن في تلك الحقبة أيضا ينتزعها هناك ألغام معقدة بدأت تظهر جديدا مما يشي أن خبرات جديدة دخلت لألغام تسليح الجيش اليمني قبل الانقلاب تسليح روسي فالألغام الروسية هي التي موجودة أما الألغام الحديثة هي خبرات تشي بكثير لا ننسى مادة السيفور شديدة الانفجار مادة نترات الألمنيوم التي وجدت في ثلاث عبوات التي كثرة حديث عنها بعد تفجير بيروت كل هذه كانت موجودة باليمن حتى قبل أن يكشفها تفجير بيروت باقي عندي مأرب أنت القادم من الداخل اليمني وبالتالي معركة مأرب فكرة الصمود لماذا الإصرار على مأرب وكيف يتم التعامل معها مأرب هي معركة كسر عظم في الحقيقة لا توجد معارك ضمن الحدود الإدارية لمحافظة مأرب توجد في صرواح وصرواح منطقة جبلية تلقب بوابة صنعاء تم انتزاعها من جغرافيا صنعاء لتكون في مأرب قبل الانقلاب أما باقي الأراضي فهم لا يتواجدون أنا أتحرك في مأرب أنا صحفي غير مسلح وأتحرك في كل شوارع مأرب لكن الميليشيات في الآون الأخيرة صعدت من نهجها الإعلامي والحرب النفسية الإعلامية بالتعاون الكبير مع الإعلام الإيراني والإعلام القطري الذي بدأ يخص الساعات لأي مسؤول حوثي ليظهر ويدلو بدلوه لكن الوضع على الأرض مختلف فالصورة اليوم تتحدث عن تسليم العشرات من الأفراد لأنفسهم يعني تابعين للميليشيات لأنهم زجوا بهذه المعركة تحت الترهيب وعمدا وتم تجنيدهم قصريا لذلك عندما يجدون فرصة فهم يهربون إلى صفوف شرعية المعركة في مأرب معركة كسر عظم أولا مأرب لحد هذه اللحظة لحد هذه الثانية لم تستطع الميليشيات التوغل ولا متر مربع واحد في مأرب هي تتواجد في مناطق متاخمة لمأرب ضمن حدود دارية لمحافظة البيضاء وتتواجد في مناطق متاخمة لمأرب ضمن حدود دارية لمحافظة جوف فقط نعم نشكرك محمد العرب مفدنا لليمن على مدار خمسة عوام ماضية وهو مستمر إن شاء الله شكرا جزيلا لك محمد شرفتيني صديق أقدم مجند عائد من جبهة القتال الحوثية على ارتكاب جريمة مروعة راح ضحيتها سبعة قتلى وأربعة مصابين من أفراد أسرته في عزلة بروة في مدرية عتمة بمحافظة ذمار وقالت مصادر محلية إن المسلح ويدعى صبر يوسف غيلان البروي عاد مساء الأحد إلى قريته حيث باشر بإطلاق النار على صهره وأرداه قتيلا قبل أن يتجه القاتل إلى منزل شقيقه ويقدم على قتله مع ثلاثة من أطفاله أصغرهم في عمر شهرين بعد ذلك عاد المقاتل الحوثي إلى منزله وقام بإطلاق النار على والدته التي سقطت قتيلة على الفور وثقت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل تفجير ميليشيا الحوثي ثمانمائة وعشرة منازل في سبع عشرة محافظة يمنية لمواطنين معارضين للمشروع الانقلابي وذلك خلال الفترة من واحد سبتمبر 2014 وحتى ثلاثين يونيو الماضي وبحسب التقرير فقد احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى بعدد المنازل التي تم تفجيرها واعتشريد الأسر منها والتي بلغت مائة وتسعة وأربعين منزلا تلتها محافظة البيضاء بتفجير مائة وأربعة وعشين منزلا ثم محافظة إب بتفجير مائة وعشين منزلا فيما توزعت بقية المنازل التي فجرها الحوثي على بقية المحافظات نفذت ميليشيات الحوثي في صنعاء حملة اختطافات منذ بداية الأسبوع الماضي طالت عشرات المدنيين بزعم تعاونهم مع الحكومة الشرعية والتحالف وذكرت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي شنت حملة اختطافات طالت خمسين مدنيا في صنعاء بحجة أنهم مطلوبون ولفقت بحقهم اتهامات التعاون مع التحالف لتبرير الاختطافات وقالت المصادر إن من بين التهم المنسوبة بحق المختطفين تلفيقا لاتهامات بالسرقات وحذر محامون وحقوقيون من استخدامهم تهم جنائية بحق مختطفين مدنيين جرى اختطافهم من منازلهم على خلفية رأي سياسي أقرت محكمة حوثية حجز أموال وممتلكات عدد ضباط الجيش الوطني المنقولة وغير المنقولة وتحت أي مسمى داخل البلاد أو خارجها وكلفت المحكمة الحوثية النيابة التابعة للميليشي بتنفيذ الحجز ومتابعة أوامر القبض الصادر عنها ومخاطبة الجهات الحوثية المعنية بذلك المحكمة الحوثية حددت في قرار المصادرة أسماء 75 من ضباط الجيش الوطني ودائبت الميليشيات الحوثية على استغلال القضاء والمحاكم الخاضعة لسيطرتهم لإصدار أحكام تمكنها من نهب أموال وممتلكات قيادات الحكومة الشرعية والضغط على البنوك لتجميد أي مصادرة لأرصدة العديد من القيادات من القاهرة ينضم إلينا وكيل وزارة العدل اليمنية أستاذ فيصل المجيدي أستاذ فيصل أهلا بك أبدأ من ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية من التحفظ على ممتلكات عدد من القيادات العسكرية في الشرعية تحديدا يعني هل ثمت مبررات قانونية ممكن يلوحوا بها أو يعلنوها حتى أحييك يا أخي الكريم والمشاهدين العزاء الواقع أن الحوثيين لا يحتاجون إلى مبررات للقيام بهذه الأفعال في الأساس المحكمة هذه التي يسمونها محكمة ومجلس القضاء اللعلى سبق وأن ألغى دورها وبالتالي لم تعد ضمن القضاء اليمني ولا أثر لما تصدره من أحكام وينظر إلى قرارتها أنها مجرد أداة سياسية لميليشيا الحوثي تقوم من خلالها بنهب أموال المعارضين لميليشيا الحوثي بمعنى أنهم ميليشيات فقط يلبسون لبس القضاء أما أنهم ضمن القضاء اليمني فلم يعودوا كذلك منذ عامين على الأقل مجلس القضاء اللعلى أصدر قرارا بنقل اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة بصنع وكذلك النيابة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة مارب ومن ثم فلا توجد أي مبررات هذه القرارات السياسية التي يجري من خلالها نهب أموال خصوم ميليشيا الحوثي كيف يحتفظ هؤلاء الناس بحقهم يعني الذين صدرت أموالهم كيف يحتفظون بحقهم لأنه الزمن متغير والميليشيا اليوم موجودة غدا مش موجودة وبالتالي ما الذي يضمن لهم أنهم يمكن أن يستردوا حقهم هل يوثقوا هل مطلوب منهم شيء الآن هذا السؤال جوهري الحقيقة أن الأمر ليس الأول من نوعه سبق لميليشيا الحوثي أن أصدرت منذ العام 2017 العديد من القرارات بحجز أرصدات ومتلكات وعقارات 1142 ثم تلت ذلك بـ 1223 وأيضا سبعين شخص بينهم برلمانيين ومنهم رئيس البرلمان وأعضاء وكثير من الشخصيات أعضاء مجلس النواب وكذلك وزراء وقادة في الدولة وآخرهم هذا الذي صادر يوم أمس الذين 75 ضابط وبالتالي طبعا نحن نعتبر أن هذه القرارات لا أثار لها من إشكالية في أن بعض البنوك الأسرة الشديد تستجيب بالفعل لتوجيهات ميليشيا الحوثي تحت طائلة الضاط يذهب إليها مسلحون قبل أسبوعين من الآن فقط قاموا بمصادرة ما يقارب 50 ألف دولار من حساب سفيرنا في سفير اليمن دكتور رياض ياسين في فرنسا وطبعا هو ظهر على قناة الحدث وتحدث عن هذا الأمر وبالتالي بالفعل مثل لهؤلاء التوجه للقضاء اليمني ومن ثم المطالبة باستعادة هذه الأموال ومحاكمة ميليشيا قادة ميليشيا الحوثي وبالفعل هناك الآن تجري محاكمات على الإنقلاب الحوثي وأيضا من ضمن التهم التي توجه لها أنها تقوم بمصادرة الأموال وتفجير المنازل وبالأمس تم إحالة ما يقع أكثر من ألف شخص على رأسهم عبد الملك الحوثي إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم في كثير من الوقاعة ومن ضمنها هذه الوقاعة التي تمس أموال المواطنين بالنسبة لتفجير المنازل يعني 810 منزل يتم تفجيرهم وبالتالي السؤال هنا هذه فجرة المنازل يعني أصبحت غير موجودة وبالتالي أيضا نفس السؤال هل ممكن يكون هناك حمل التوثيق لحقوق هؤلاء الناس حتى يحتفظوا بحقهم في المستقبل للمطالبة بهذا الأمر حتى قطعة الأرض التي كانت عليها المنزل هذا سؤال جيد الحقيقة ميليشيا الحوثي تتبنى هذا النهج الوحشي وهو نهج حقيقة مرتبط بأدائها كميليشيات سواء كأجندة إيرانية أو ميليشيات في المنطقة وهو امتداد حقيقة من الحكم الكهنوتي لأجداد هؤلاء الذين من حلال تفجير المنازل يحاولون أن يقولوا للشخص بأنهم يفجرون ماضيه يحاولون أن يقولون بأنه ينزعينه من يمنيته لكن بكل تأكيد مثل هذه الحقوق يجب توثيقها وحقيقتين يتم رفعها إلى مجلس حق الإنسان ومثم مجلس الأمن الدولي لإحالة مثل هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها حقيقة قضايا عابرة للأوطان باعتبارها قضايا إنسانية تمس حقيقة الضمير العالمي بكل تأكيد القضاء اليمني سيستقبل أي شكاوى تتعلق بهذا الأمر وتقع مسؤولية مثل هذه الجرائم والتعويضات عليها على قيادة الميليشية وعلى القائم بالفعل وكذلك على الداعمين للميليشية الحوثية نعني بذلك حقيقة إيران والدعم المتواصل لميليشية الحوثية للقيام بهذه الأفعال باعتبار أنها تمس مصالح مواطنين يمنيين لديهم الحماية الكاملة بموجب الدستور والقانون اليمني بالنسبة لإعتقالات والخطف نحن أمام بندين مهمين جدا إعتقالات واختطاف أيضا لعدد بدون أي أسباب أيضا هؤلاء المختطفين هؤلاء أيضا بيتم اعتقالهم هل في وسيلة لمساعدتهم يا أستاذ محمود هذا الملف حقيقة مؤلم ومؤلم جدا جرى مناقشة ومعقد نتحدث منذ عام 2015 ومعقد وقد طلبت الحكومة طلبنا في الحكومة اليمنية في أكثر من مرة وعلى المبعوث الأممي فصل هذا الملف باعتباره جانب إنساني يخص الأطفال والنساء وهؤلاء المكلومون الذين يطالبون بأهاليهم نتحدث الأرقام عن ما يقارب ونحن تحدثنا أكثر من مرة 3542 مخفي قسري وكانت الأعداد حقيقة أكثر من ذلك بكثير ميليشيا الحوثي تختطف الناس من الطرقات بدواعي كاذبة وثم تقوم باستغلال أوضاع هؤلاء الناس تجبر الأهالي على بيع النساء على بيع حليهن وعلى الأهالي على بيع العقارة ثم بعد ذلك لا يقومون بالإفراج عن كثير من الضحايا هل يتفاوض إطلاق أسراغه؟ المقام الأول المبعوث الأمومي؟ الحوثيين نعم الحوثيون يريدون دائما ما يقدمون ملف الأسرى الحربيين مقابل المدنيين الذين يختطفونهم ثم أنهم حقيقة يتراجعون عن ذلك تماما ويبدأون بالابتزاز يريدون التحقيق من ذلك مكاسب سياسية يعني بعد أن إذا من كسروا على الأرض يحاولون حقيقة أن يبتزوا بهذه الجوانب الإنسانية وكذلك طبعا يقيضون كما ذكرنا حربيين بمدنيين ومع ذلك حقيقة الأمم المتحدة هي المتحملة الأولى لأنها أكثر من مرة تقدم اقتراحات في هذا الملف والحكومة اليمنية منفتحة تماما مع كل الاقتراحات وآخر هذه الاقتراحات في فبراير 2020 والذي قابلت بها الحكومة بإطلاق الكل مقابل الكل وأول هذه الأرقام 1400 رقم إلا أن ميليشيا الحوثي تملصت كعادتها وهي إشكالية حقا في تهاون الأمم المتحدة مع الميليشيا سيد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية شكرا جزيلا لك سيد فيصل انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام 1353 لغما خلال الأسبوع الأول من سبتمبر زرعتها ميليشيا الحوثي وأوضح المركز في بيان له أن الألغام التي انتزعها منها 18 لغما مضادا للأفراد و277 لغم مضادة للدبابات و1949 ذخيرة غير متفجرة مشيرا إلى أن إجمال ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 183 ألف لغم زرعها الحوثيون في الأراضي والمدارس والبيوت وحاول إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن الجيش الوطني اليمني يعزز مكتسباته في الجوف ويفشل هجوماً للميليشيات الحوثية في طوق صنعه تفجير المنازل العقوبة تفرضها الميليشيات بحق معارض للقلاب ومشروع الحوثي الطائف القائم الميليشيات الحوثية تواصل استغلال القضاء لنهب أموال وممتلكات قيادات في الحكومة الشرعية لكم دائماً تحياتي بعد ساعتين ونصف من الآن ألتقي بكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة